شيخ هل معنى ذلك من خلال ذكركم لقضية المعاناة التي يواجهها الأب وأنه يتحمل جزءا من تربية أبنائه هل معنى ذلك أن طاعة الوالدين معللة تأتي مكافأة لما يبذلانه من جهد في حق لب قلنا بأن الأم كره ووهن وغير ذلك والأب أحيانا يحزن ويعمل هل طاعة الوالدين مرتبطة ارتباطا عضويا بما يقدمانه من جهد هذا من الفهم الذي سرى عند الناس وهو غير صحيح فإن الوفاء بحق الوالدين حق لله تبارك وتعالى بمعنى أن الله تبارك وتعالى ألزمنا به استقلالا نعم فليس هو بمعاوضة يستحقها الوالدان إن أحسنا وقاما بما أمرهما به ربهما تبارك وتعالى وإنما هو واجب ألزمن الله تعالى به في كل حال يكفينا أن ننظر في قوله تبارك وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما فيما يدعوانك فيما يجاهدانك فيهم من أجل أن تشرك بالله ما ليس لك به علم فلا تطعهما لكنه فورا قال وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه فالله تبارك وتعالى أمر بحسن الصحبة للوالدين وإن كان مشركين فكيف يمكن أن يظن ظان أن القيام بواجب البر للوالدين وتوفية الأب حقه إنما يكون مشروطا بأداء الوالدين أو الأبي أو أحدهما للحقوق التي عليهما لولدهما ليس هذا بصحيح بدلالة هذه الآية الكريمة وبدلالة أن الله تبارك وتعالى أمر في شأن الرحم في شأن ذوي القرب بأن يقوم المسلم المكلف بتوفية القرابة حقوقها بقطع النظر عن موقف القرابة فالرجل الذي أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول له إن لي رحما أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي فقال له عليه الصلاة والسلام لإن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل أي الرماد ولا يزال معك من الله تعالى عليهم ظهير في بعض الروايات ليس الواصل بالمكافئ فهذا في شأن عموم القرابة والرحم فلا شك أن الأمر ألزم وأشد في حق الوالدين حتى أن بعض الفقهاء يقول وهذا مما ينبغي أن يتنبه له في تفاصيل أو في أمثلة هذه الحقوق التي على الأولاد لأبيهم أو لعموم الوالدين يقول بأن ما يأمر به الأب من المباحات يصير مندوبا في حق الأولاد نعم فإن كان ما يأمر به هو من المندوب يكون أشد تأكيدا في حق الأولاد لاجتماع الندب الشرعي إليه وأمر الوالد أو الوالدين به عندهما نعم فمن باب أولاء أن يكون ما ينهى عنه الأب إذا كان مكروها فهو أشد كراهة في حقهما في هذه الحالة أي في حق الأولاد في هذه الحالة نعم فكيف إن كان ما ينهى عنه الوالدان هو مما حرم الله تبارك وتعالى فهنا سيكون هذا الولد الذي يخالف أباه يكون عاصيا لله تبارك وتعالى عاقا لوالديه وحينما بيّن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكبر الكبائر قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين والسحر وفي رواية والسحر وعقوق الوالدين وكان متكئا وجلس ثم قال ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور حتى قلنا ليته سكت إذن عد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقوق الوالدين من أكبر الكبائر وذكر عقوق الوالدين بعد ذكر الإشراك بالله عياذا بالله عياذا بالله فمن أجل ذلك تنبه الفقهاء إلى عظيم حق الأبي وعظيم حق الوالدين بالنظر إلى الأدلة الشرعية الآمرة بالإحسان إليهما وبتوفيتهما حقوقهما وبالنظر إلى الأدلة الشرعية التي تنهى عن العقوق بهما ففي رواية أخرى نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل هذه رواية الإمام مسلم أن يلعن الرجل والدي وفي روايات أخرى أيضا في الصحيحين وغيرهما أن يشتم الرجل والدي قالوا وكيف يشتم الرجل والدي قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمة فيسب أمة أي أن يجلب لنفسه لوالديه السباب والشتائم لأنه تعرض بالسب والشتم واللعن لآباء الآخرين وأمهاتهم فينهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاه هذا الدين الحنيف عن أن يقع في مثل هذا وإلا فإنه يكون حينئذ قد قارف كبيرة من كبائر الذنوب والله تعالى المستحام يعني